موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج كوشكو الصحافة والذي نطالع فيه أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية من أحداث وتطورات تشهدها اليمن نبدأ الجولة من مواقع الإلكترونية إلى موقع الموقع جاء في صدر صفحته الأولى عدن تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع عقب نشوب خلاف بين القوات الإماراتية وقيادي بالمقاومة ننتقل إلى عنوان آخر إلى التفاصيل شهدت أجواء العاصمة المؤقتة عدن تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التابعة للتحالف العربي بالتوازي مع رفض قياديه في المقاومة الشعبية تسليم معسكره للقوات الإماراتية وننتقل حيث قالت مصادر مطالعة للموقع أن خلافات حادة نشبت بين قيادة قوات الإماراتية في عدن وبين قيادة معسكر لواء زايد في دار سعد وذلك بعد رفض الأخير تسليم المعسكر بما فيه من عربات ومعدات ننتقل مشاهدينا إلى عنوان آخر حيث أضفت المصادر أيضا أن قيادة القوات الإماراتية طلبت من قائد عسكري لواء زايد تسليم معسكره بما فيه من عربات وأطقم عسكرية والواقع في منطقة اللحوم في مدرية دار سعد من عنوين الموقع أيضا التي جاءت قائد البحرية الإيرانية يقول قائد البحرية الإيرانية يقول قواتنا نفذت عمليات ناجحة في خليج عدن لحماية مصالحنا إلى موقع يامن مونيتر تابع أحد الموضوعات وعنوان الموقع الهدنة تدخل شهرها الثاني على وقع تصعيد عسكري وانسداد سياسي عنوان آخر الوفد الحكومي الوفد الحكومي اليمني يقدم رؤية تسليم السلاح واستعادة الدولة من عنوين التي تصدرت صفحة الموقع الأولى أيضا جرعة بفرامان حوثي مهزلة المشتقات النفطية في اليمن قالت التفاصيل فرض الحوثيون الزيادة السعرية للمشتقات النفطية التي زعموا الثورة ضدها إبان حكومة محمد سالم باسندوا واقعا في ظل سلطتهم الحاكمة لصنعاء منذ أواخر سبتمبر عام 2014 وبات من الصعوبة التراجع عن التسعيرة الجديدة وفقا لمسؤولين في شركة النفط يفيد الموقع أن شركة النفط المخولة ببيع المشتقات النفطية أصبحت مجرد من بيع مادتي البترول أو الديزل بعد تسليم الحوثيين العملية لتجار السوق السوداء المنتشرة في شوارع وأحياء ومدريات العاصمة بنحو 689 سوقا ونقطة بيع للمشتقات النفطية إلى موقع مصدر أونلاين جاء في صفحته تلك العنوين لجنة لاستعادة الدولة في مشاورات الكويت تنهي اجتماعاتها دون إحراز أي تقدم وجاء في تفاصيل الخبر بحسب مصدر أونلاين إن لجنة استعادة الدولة التي شكلها المبعوث الأممي الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أنهت اجتماعها اليوم الأربعاء دون إحراز أي تقدم وأضاف الموقع أن وفدي جماعة الحوثي وحزب صالح ما يزالون يرفضون النقاش في مسألة الحل السياسي دون التوافق على سلطة تنفيذية إلى عنوان آخر ميليشيات الحوثي تفرج عن أحد منظمي مسيرة الماء بعد سبعة أشهر على اختطافه نقل الموقع عن مراسله أيضا أن ميليشيات الحوثي أفرجت عن الناشط عن طرق المبارز في إب بعد أن ظل في سجون الجماعة تحت الإخفاء القسري وواجه خلال هذه الفترة كل صنوف التعذيب وبحسب الموقع أفرجت الجماعة عن المبارز بعد أن قضى 211 يوما في سجونها فيما تزال الميليشيا تحتجز في معتقلاتها أكثر من ثمانية آلاف مواطن وصحفي وسياسي وناشط مناوئ لها عنوان آخر الحكومة تطالب الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات والاستعانة بقوات حفظ السلام أرباح إيران من مشاورات الكويت تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشف مقالا منشور في موقع يمن مونتر وقال الكاتب بالنظر إلى نصف الكوب الفارغ فإنه كلما اشتدت المشاورات اليمنية مراوغة الحوثيين كلما كسبت إيران أكثر فالدولة المهيمة على قرار الجماعة إما بالاستشارات الدورية واللحدية القريبة من قصر بيان في الكويت أو عبر الطاقم الإعلامي الإيراني الكبير المتواجد في الكويت ببطائق هوية لبنانية وصحفية من مؤسسات حزب الله تسعى إلى امتصاص اعتراف دولي هو الأول لجماعة مثلحة إيرانية يضمن بقاؤها مهددا جهوريا للملاحة الآسيوية والأفريقية لم تكن إيران بتلك الحماسة من المشاورات فالأيام الأولى كانت طهران غير مقتنعة تماما بالمشاورات حتى أن حسن زيد السياسي اليمني صرح لوكالة فارس في أبريل أن الذهاب للكويت أخطر عليهم من القنابل الفراغية ولم يخفي إمام جمعة طهران تشاؤمه من المشاورات لكن الاجتماعات التي جاءت من أمير الكويت وصفراء الدول الثمانية عشر في اليمن مع الحوثيين أغراهم إلى جانب الزيارات المتكررة من السفير السعودي وعبداللطيف الزياني أميني عام مجلس التعاون حتى أن سعد الله زارع المحلل السياسي التابع للحرس الثوري تحدث بإسهاب عن السجاد الأحمر الذي زين أقدام وفد الحوثيين ووزير الخارجية الكويتي يحتضن محمد عبدالسلام ترى إيران بعد ثلاثة أسابيع المشاورات أن حلفاء الحوثيين حققوا استثمارا واسعا في سوق العلاقات والاعتراف الدولي وذلك حسب العقيد سلامي نائب الحرس الثوري لا يعني إلا معنى واحدا انكسار شوكة عباد الأصنام الجدد في تعبير محسن رضائي وتمكين قادم للصحوة الإسلامية مصطلح تصدير الثورة الإيرانية في اليمن على يد الحوثيين وهو بالتأكيد ما يراه سلامي الذي خطب في يوم الحرس الثوري العاشر من مايو انتصارا جديدا سيدفع للأمام الحراكة في البحرين وحزب الله والحشد الشعبي حسب التفكير الإيراني نذهب بكم مشاهدينا الكرام إلى موقع التغيير نت أورد عددا من العنوين في صفحته الرئيسية أبرزها ميليشيا الحوثي تعتقل مدير مؤسسة الاقتصادية اليمنية وتصدر قرارات جديدة لإدارتها عنوان آخر إخفاق في عمل اللجنتين السياسية والأمنية وولد الشيخ يستعين بوسطاء عمانيين عنوان آخر من التغيير نت تفاصيل التفجير الانتحاري الذي استهدف قائد المنطقة العسكرية الأولى في حضر موت وسقوط قتلى وجرحا قال الموقع إن قيادة المنطقة العسكرية الأولى في محافظة حضر موت أعلنت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف قائد المنطقة اللواء عبد الرحمن الحليلي حيث قتل جندي ومواطنان في الحادثة وأصيب آخرون ذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الحليلي قام بزيارة إلى مستشفى سيئون العام تفقد خلالها جرح التفجير الذي استهدف موكبه إلى موقع الاشتراك نت تابع العديد من الموضوعات وعنوان تعز مواجهات وقصف متواصل والميليشيات تتعهد بفك الحصار السبت المقبل عنوان آخر يوم آخر من مشاورات الكويت دون أي تقدم عنوان آخر معارك عنيفة وقصف مدفع متبادل بعدة جبهات في الجوف ننتقل مشاهدين إلى موقع الصحوانت والذي تابع إضراب الصحفيين المعتقلين لدى الميليشيا عن الطعام وعنوان الموقع الصحفيون المختطفون لدى الحوثي يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث وقال الموقع وصل الصحفيون المختطفون في سجون ميليشيا الحوثي وصالح بداءا من يوم الاثنين الماضي رفضا لممارسات التعذيب والتنكيل والتجويع التي تمارس في حقهم إضافة لمنع أهليهم من زيارتهم والتواصل معهم كما تمنع الميليشيا أسر الصحفيين المختطفين من الزيارة وقامت أيضا باحتجاز أحدهم عقب زيارته لأحد أقربائه المختطف منذ أشهر في سجن هبرا الاحتياطي أيضا عنوان آخر ورد في الموقع استعدادات لإحياء الذكرى الأولى لمذبحة هران البشعة في ذمار وقال الموقع يستعد عدد من الناشطين والصحفيين لإحياء الذكرى الأولى لمذبحة هران البشعة التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المعتقلين وحدثت المذبحة بعد اعتقال عدد من القيادات السياسية والصحفيين والناشطين من محافظات مختلفة وبعد وضعهم كدروع بشرية في جبل هران في مدينة ذمار المستهدف من قبل طيران التحالف نذهب مشاهدين إلى حتى لا تقوم حرب أخرى في اليمن عنوان لمقال كتبه نصر طاها مصطفى ونشره في موقع مصدر أونلاين وقال الكاتب يعلم المجتمع الدولي أن الحوثيين يستخدمون في مشاورات الكويت أرقى أساليب التكتيكات الإيرانية في التفاوض وهو الذي خبرها جيدا في مفاوضاته الطويلة والشاقة مع إيران حول الاتفاق النووي وهو يعلم جيدا أن الحوثيين لديهم الاستعداد الكامل لخوض ماراثون تفاوضي طويل جدا دول مبالات بالوضع الصعب الذي وصل إليه اليمنيون على كل الأصعدة الإنسانية والمعيشية والاجتماعية والخدمية ومع ذلك لا المجتمع الدولي قادر على الضغط على الحوثيين ولا هو قادر على الاعتراف بهم كسلطة حقيقية خاصة بعد تراجعهم فعليا على الأرض ولهو قادر على تجاوز شرعية سلطة الرئيس هادي وحكومته لكنه قد يبحث عن منافذ للتراجع عن النصوص الصارمة للقرار الدولي 22-16 ومحاولة السياغة حلول سياسية عبر قرار دولي جديد يحاول العمل عليه بطرق وأساليب متعددة في شكل غير مباشر لأنه يدرك أخطار التشريع الدولي للقبول بسيطرة ميليشيا مسلحة على بلد بأكمله واستلائها على السلطة فيه والانقلاب على رئاسته المنتخبة وبرلمانه المنتخب ولهذا يستمر بالضغط على الحكومة اليمنية ويطلب منها تقديم تنازلات ويبدى امتعاضه من أي تغييرات تقوم بها الرئاسة الشرعية في إطار صلاحياتها الدستورية لأنه يريد أن يأتي اعترافه بالميليشيا المسلحة من خلال اعتراف الحكومة الوطنية بها وهو أمر مستحيل فالشرعية الدستورية تظل شرعية دستورية وانقلاب ميليشيا يظل انقلابا ولا يغير من الوقائع والتوصيفات وحقائق الأمور شيئا إلى موقع نيوز يمن والذي عنوان في صفحته الرئيسية لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي تنهي اجتماعها دون تقدم يذكر عنوان آخر هذه يطلق دعوة للدفاع عن مشروع الدولة الاتحادية ويتهم الحوثي وصالح بالتخطيط لإفشاله وحول أخبار تاعز عنوان الموقع مصدر مسؤول في تاعز يستغرب الأنباء التي تحدثت عن محاصرة منزل المحافظ وقائد المحور في تفاصيل الخبر يقول الموقع استغرب مصدر مسؤول في محافظة تاعز الأخبار التي تحدثت عن قيام مجميع مسلحة تابعة لقائد لواء 22 العميد صادق سرحان بمحاصرة منزل محافظ المحافظة وقائد المحور قال الموقع أن مصدرها أوضح أن ما جرى كان حادثا عارضا أثناء مرور أحد الأطقم التابعة لقائد محور تاعز العميد يوسف الشراجي في منطقة يتواجد فيها مسلحون يتبعون قائد لواء 22 ميكا العميد سرحان وتم حل الإشكال في حينه وقبل مطالعة أهم تقول الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم مشاهدين في كوشك الصحافة نصحبكم في جولة الصحافة العربية والبداية من الصحف الكويتية حيث قالت صحيفة الرأي الكويتية الكويت لم تيأس رغم تشاؤم ونيران وتوقعات فشل الجولة الثالثة من الحوار لتسجل خطوة أخيرة باتفاق ناجح بعد مرات ساندت فيها الكويت خطوات اليمن الحالية وكأن الكويت تميمة تحفظ خطى السلام اليمنية من الشر رغم استمرار الحرب تتابع الصحيفة اتفاق بتبادل الأسرى خمسون في المئة من كل جانب يعودون ولكن الخطوة الموصوفة بالناجحة والمتقدمة لم تكن أول ما تم إحرازه في مفاوضات تستضيفها البلاد منذ الشهر الماضي فالبدايات كانت واعدة بالأمس القريب حسب ما صرح مسؤولو الأمم المتحدة إثرى إنجاز مبدأ اللجان الثلاثة التي تباشر عملها اليوم بخطى إيجابية وتقول الرأي أيضا تقول أن البداية واعدة سبقتها انطلاق صعب للمفاوضات أشار إليها المراقبون بوصفها بداية متعثرة ولكن ورغم ذلك انطلق الحوار ليسجل الطرفان خرقا في توقعات الفشل وليؤسسا للنجاح تختم الصحيفة اليوم بسنة هكذا مر عام من الحرب في الأرض اليمنية ثقيلا على اليمن قبل معاد العودة لكن اليمن المنظور للحزن اليوم يبحث عن سعادة الماضي ويد الكويت وعينها حافتا في كل خطوة إلى صحيفة البيانة التي تابعت العديد من الموضوعات وعنوانات الحكومة تقول نسعى لاستعادة الدولة مع مواجهة الإرهاب عنوان آخر للصحيفة هادي يقول إقليم تهامة حجر زاوية في الدولة الاتحادية من العنوين التي جاءت أيضا توجيه بتوفير الإمكانيات لتشغيل قطاعات النقل البحري والجوي والبري حيث قالت الصحيفة أيضا أن وزير النقل اليمني مراد الحالمي وجه خلال تفقده الهيئات والمؤسسات ومكاتب الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن بتوفير الإمكانيات لتشغيل القطاعات للنقل البحري والجوي والبري أضافت الصحيفة الحالمي التقى محافظ عدن اللواء عدروس الزبيدي وناقش معه القضايا المتعلقة بتنصيق الجهود لتنشيط الحركة التجارية في ميناء عدن وتفعيل سير الرحلات للطيران من وإلى مطار عدن الدولي صحيفة الاتحاد قالت في عنوينها بدء عودة اللاجئين اليمنيين من جيبوتي نقلت الاتحاد عن السفير اليمني في جيبوتي حمود العديني قوله إن عددا من الأسر اليمنية التي كانت توجد في مخيم اللاجئين في جيبوتي بدأت بالعودة إلى اليمن وذكر العديني أن مسألة اللجوء توقفت منذ ستة أشهر بعد تحرير مناطق الجنوب من ميليشيا الحوثي والصالح والتي كان معظم اللاجئين الموجودين في جيبوتي منها أضاف بدأت منذ فترة رحلات العودة لبعض الأسر اللاجئة فيما لا تزال عشرات الأسر تسكن في مخيم للاجئين في جزيرة أبوخ تصلها بعض المساعدات من المنظمات الإنسانية ولا تغطي احتياجاتها طوال الشهر أشار العديني أشار إلى وجود صعوبات تمنع الكثير من العودة إلى اليمن أهمها افتقاد المال للعودة إلى البلاد جذور سياسات الاستئصال والإبادة وإدارة التوحش تحت هذا العنوان كتب برهان غليون مقالا منشور في العراب الجديد وقال غليون ليست الديمقراطية خيارا أخلاقيا فحسب لكنها الأساس الذي لا تقوم من دونه اليوم أي حياة سياسية ولا تنشأ أي إمكانية لتجنب الحروب الأهلية في غيابها ومن دون حياة سياسية لا يكون هناك تفاعل بين الطبقات والفئات الاجتماعية ولا بين الحاكمين والمحكومين ولا قدرة على أي إصلاح أو تعديل وبالتالي لا توجد فرصة لأي عدالة اجتماعية وتفاهم وتقارب بين القوى والطبقات والجماعات اليوم أكثر من أي فترة سابقة ولأسباب عديدة وعميقة أيضا تاريخية فكرية ودينية واجتماعية واقتصادية نحن منقسمون وسوف نبقى منقسمين بين إسلاميين وغير إسلاميين تقدميين ومحافظين فقراء وأغنياء أكثريات وأقليات إلى آخرة وكما أن استمرار الحرب أو الرهان على منطق الحرب لا يمكن إلا أن يفاقم من الظلم ويضاعف التوترات والاحتقان بين الطبقات والجماعات كذلك لا يمكن للانقسام الذي يسم كل المجتمعات أن يزول أو يتراجع إلا بتوقف الحرب واستبعاد منطقها وتدشين زمن الاستقرار والتعايش والتفاعل الذي بمقدار ما يقرب بين الطبقات والنخب والشعوب يضعف انشقاقاتها الحدية ويعيد تشكيل التحالفات والقوى والعقائد والأفكار على أسس أكثر تشابكا وتداخلا تعمق الوحدة والاستقرار الاجتماعيين وهذا هو الطريق لتجاوز نزاع العلمانية والإسلامية كخطابي سلطة وعقيدتي قتال يسيطران اليوم على مجتمعاتنا ليس هناك مخرج بالحرب وفرض الإضعان من طرف على طرف آخر ولا يسمح بوقف الحرب أو تقليص رهانها إلا الدخول في الديمقراطية أو السعي إلى توسيع إطار ممارستها والبدء ولو بمرحلة أولى في الاتفاق على تشغيل الآليات السياسية ونبذي اللجوء إلى السلاح والعم إلى صحيفة العربي الجديد عنوانت وقالت ولد الشيخ يقول الأطراف اليمنية تداولت الرؤى حول القضايا الأمنية عنوان آخر مشاورات اليمن أقل تعقيدا والقاعدة تستهدف مسؤولا أمنيا في حضر موت من العنوين التي جاءت الوفد الحكومي اليمني يعرض رؤيته الأمنية لللجان مشاورات في الكويت عنوان آخر الريال اليمني يهوي إلى مستوى قياسي أمام الدولار إلى صحيفة الخليج عنوانت في إحدى موضوعاتها أيضا قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الشرعية والميليشيات في الجوف وشبوى الحوثيون وصالح يفسدون اجتماع لجنة استعادة الدولة صحيفة الخليج قالت في تفاصيل الخبر عقدت لجنة استعادة الدولة التي شكلها المبعوث الأممي الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اجتماعها من دون إحراز أي تقدم فيما قدم وفد الحكومة الشرعية رؤيته للجنة الأمنية المعنية بحل الأزمة أضافت الصحيفة الوفد الحكومي قدم رؤيته لتنفيذ الانسحاب وتسليم الأسلحة في وقت استمرت فيه الخروقات الميدانية وتبادلت قوات الشرعية والميليشيا القصف المدفعي والصاروخي في الجوف والشبوى وأكدت مصادر قريبة من المشاورات لصحيفة الخليج أن جماعة الحوثي وحزب الصالح ما زالوا يرفضون النقاش في مسألة الحل السياسي من دون التوافق على سلطة تنفيذية وهو ما أفسد الاجتماع الأول لهذه اللجنة أطافت الصحيفة وفد الحكومة وفد الحكومة أكد أن مطلب السلطة التنفيذية لا يمكن أن يكون قبل استعادة الدولة وتسليم الأسلحة وإنهاء الانقلاب إلى فقرة الختام وهي مع الرسام رسام الكاريكاتر نختم بها كشك الصحافة كالمعتاد مشاهدة ممتعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة